السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في حلقة جديدة على خراراتكم صاحب الكورن. طبعا اللي ما شافش الفيديو اللي قبل ده لازم يشوفه عشان الفيديو ده يعتبر استكمال للفيديو اللي فات. يعني فيه كلام جديد وموضوع جديدة ولكن ده هيكون استكمال لللي فات. عايز ترجع تشوف الفيديو الاول اللي قبل ده وترجع تشوف ده براحتك. عايز تشوف ده ولو في حاجات مش فاهمة ترجع تشوف الفيديو الاولاني برضه براحتك. بس المهم اي انت تشوف الفيديوهن من اول ديه الاخر ديه علشان الكلام مهم جدا باذن الله انا مش بواسها جماعة انا مش من هوات الناس اللي وقعد كمل اكشوف من اول ديه الاخر ديه عشان اجمع منك مشاهدات لها لان خالص. انتم فديوهات المهم او بقول لك خد بالك الفيديو ده ركز فيه على كزا فيديو ده خد بالك انه امتحان فيديوهات اللي بتبقى مش مهمة قوي تان طبيعي خلي بالك انا مش ساحر يعني انا اكيد مش كل يوم هجيب اخبار مهمة جدا جدا جدا. واطلع قلهاك. عشان متحكش على بعض. انتوا عارفين من اول ما عملت القناة دغري جدا معاك. الحمد لله رب عمين يا رب يدي بها نعم. وعلى فكرة عشان انا دغري قوي 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 كده. من اول ما عملت القناة اه ما بتشوفش عندي طفرة في المشتركين بيزيدو كتير قوي. ما بتشوفش عندي اه قبط رندات كل يوم. اه بصوا جماعة يزوريكم على الحاجة لان انا مبرح في حاجة حصل كزا عليتني برضو. اه ان في حد يعني صديق لي اه هو زمالكاوي. وكان بيكلم معي على الفيسبوك في الكمنتات ويعني قال لي ان انا اه هو شايف انا بكلمك والله دغري وما فيش حد بعمل كده. هو شايف ان انا اه عايز دايما اه امسك القصية من النص وعايز ابقى محايد. وبحب دايما اه ارض جمهور الاهلي. هو الرجل قال لي كده. انا انا معك دغري اوي. فانا كلمته بمنطقة البساطة. قلت له ان انا مسك القصية من النص ده لازم. ان انا ابقى محايد ده اكيد. قبل يا جماعة ما ما خش مجال التحليل الرياضي وازهر على قنوات والحمد لله رب انتم عارفين يعني انا بفضل الله ظهرت على قنوات كتير جدا منهم المصري ومنهم السوري ومنهم الاماراتي والحمد لله يعني ربنا اديم انا مع حظم الزوال. وظهرت على واكتر من مرة وظهرت على وظهرت على دبي الرياضية وظهرت على اليوم السورية وظهرت على راديو اه 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 راديو اه راديو بتاع انسيت اسمه الله وظهرت مع كابتن ايمان يونس وظهرت مع احمد خيري ويعني الحمد لله رب العالمين وفي اللي هي فيديوهات داخلها تريندات وكلام ده كله. فانا دخلت مجالة تحليل الفين وخمس سورة الفين وستاشر فانا قلت له قلت له يا جماعة وكلمنا جماعة واجهر كل الرسالة لاصحابي وحبابي والناس اللي متعرفنيش. قبل ما ابدأ اخش مجالة تحليل الرياضي انا ما كنتش محايد خالص وكنت متعصف جدا لنادي الزمالك وكنت بص يعني خلاص هو الزمالك بس مش شاف غيره. بس. بعد ما دخلت مجالة تحليل الرياضي. الشغلانة في بدايتها فرضت علي ان انا اكون محايد. بعد ما بدأت اكبر وانضج اكتر كل سنة بتعدي الواحد بانضج اكتر ودخلت وشفت الدنيا. لقيت ان فعلا الحياد هو اللي صح. الحياد ان انت بقى انسان محايد بتقول الحق. وبتقول اللي بيمليه عليك ضميرك. واللي يرضي ربنا. ده الصح. اكيد انا مش برضي ربنا منزل مئة في المية. انا مش كامل كمان لله واحده. ولكن لازم اسعى واكتهد ان انا على اقصى اقصى تقدير او اقصى قدر مني ان انا رضي ربنا عز وجل. فالكلام اللي بقوله. فالمعلومة اللي بانقلها لك. يا جماعة انا في كلام والله مش يعني مش عايز اقوله بيعود يراودني. يعني في حاجات بقوله وحاجات ما اقولهاش. يعني انا معلن. فا اه ربنا يعلم والله الواحد بيحاول على قد ما يقدر ان هو يرعي ضميره ويرعي ربنا وفي ده الا حتى الخبر. فانا قلت له باشا انا محايد الحمد لله وانا مش برضي جمهور الاهلي ولا حاجة هو انا عشان اطلع اقول عن الاهلي كويس وهو كويس بقبرديه. عشان اطلع ان الزمالك غلطان و هو غلطان يقبرد الجمهور الاهلي عشان اطلع اقول ان خارiskt غمزون غلطان يقبرد جمهور الاهلي. عشان اطلع اقول ان كذا 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 انا بشهد بالحق ما هو طبيعي. طبيعي يا جماعة. او معزم او مش حاجز اقول بعض الناس كده. بعض الزمالكوية اكيد لما يطلعوا شبك وتشكر في الاهلي عشان هو كويس يقول لك انت بترضي بиваетرد جمهور الزمالك. انا بقول بعضة بقولش كل. فانت عمرك مواطر دي الناس كلها. ولكن الحمد لله انا على مبدأ يثابت بفضل الله. ولكن انا لو بطبل او بطنطط او بتشقلب او بعمل خزعبلات او باطلع على الفيديو كله من اول والاخر وبعمل حركات غريبة وافهات وضحكوا كان زمان قناتي علام اليوم مشترك. انا فكرة مش مكان لحد معين. انا بكلم في العموم. في الناس ممكن يكون في حد شايفني ممل. يعني ممكن يكون الناس الاخواتي يفرجوا عليا دول حبيبي شايفيني لأ لزيزه وكل حاجة. وفي ناس تانية اكيد بتشوفني اللي مش مشترك عندي ده ماد مملي يا عم. انا تحدي اطلع اعمل شو وحركات ويدا حكني وهرج معايا وكامل الاحترام لكل الناس. واحد يطلع اعمل حركات غريبة واحد مش عارف يطلع يعمل اف وشه واحد مش عارف يعمل الانحة التانية واحدة فدول تلاقي مش خطار. ناس هيستوعد كده تفرفش كده. انتو طلع عيدلي على كورسي وعمل تتكلم معي بالعقل كده وبالمنطق وبهدوء كده اي عم انت هتنيمني معك. في ناس كده. بس انا ده ستيلي. او ساعات بطلع مهايبر بس الحمد لله مش مهايبر افورة. الاول اللي تنتهي كده منفعل بس بجد. انا بعبر عن اللي جوايا. مش بفتعل ولا بمثل ولا بعرف. يعني انا بشغل دباخه كل فيديو بمواضيع غريبة كده بس ساعات والله في حاجة بتبقى مضيقاني معلش فبحب اتكلم فيها معاكم. يعني احنا ما لنشغل بعض يعني. هو ربنا اكيد يخليلي اهل يا رب واحفظهم وحميهم. بس باتكلمك على السوشيال ميديا او اليوتيوب. احنا هنا كده ما لنشغل بعض في اليوتيوب يعني. رد فعلي مرتضى منصور بعد شكوى الاهلي خالد الغندور. ايهاب جلال منتقديني اراجوزات وميدو هاجمهم مش الراسة. طبعا يا جماعة فيه اه يعني اخبار الكلام ده مش اكيد ان طبعا فيه غضب عارم فيه اه يعني اخبار وتكاهنات وتوقعات خليباك برضو عشان ما حانش قللك ده حصل كزا لأ كل اللي حصل ده اخبار وتكاهنات يعني يا كلها تكاهنات وتوقعات ان فيه غضب عارم من اه رئيس نادي الزمالك ومن ادارة نادي الزمالك بعد شكوى الاهلي للغندور. اه وان هو غالبا بنسبة كبيرة ممكن نشوف بكرة ممكن نشوف بكرة ان حد من اه او نادي الزمالك مطلع بيان بيشكو فيه حد يخص الاهلي. اعتقد ممكن نشوف في البيان ده اسلام الشاطر. انا بقول لك الاسماء اللي ممكن تتقل بكرة اسماء معينة ممكن نشوف في البيان ده اسلام الشاطر او اا كان اسمه ايه اللي هو اللي استي اسمه والله يا جمعة الاستاذ اللي بيطلع في مالك وكتابة مع عدلي القيعي. ابراهيم مسلم. ولا ورهم المسلماني والله ناس هي اسم الله العظيم اللي هو التاني مع عدلي القيعي. احتمال ليشكوا الراجل ده او يشكو اا اسلام الشاطر اه او محمد فارس. احد ينطلق الدول احتمال انا بقولش اكيد ان في تكهونات متوقعات كده بالناس اللي حوالي مجلس الدارة ان ممكن يحصل بيان بكرة بالقصة دي. ولكن الاهلي زكي في بيانه انه لما اشتكى خاند الغندور اشتكى ان هو بيحرد الناس على موقع التواصل اجتماعي الخاصة به. مش على خانات نادي الزمالك. فكده انا مش داخل مع نادي الزمالك. فحرب. انا بكلم خاند الغندور بنفسه على حاجته الخاصة بي. مش بكلمه على قناتك في نادي الزمالك. فمجلس الدارة الزمالك لو طلع اشتكى من الخطاب او شكى حد بقناة النادي الاهلي يبقى غلط. لا هتطلع اشتكى حد اطلع اشتكى حد زي ما ما الاهلي كان زكي اوي في خطابه لعيب الخطيب. خطيب فعلا لعيب. بيبقى لعيب. واشتكى خاند الغندور على مواقع وصورة التواصل الاجتماعي الخاصة بي. انا مجيتش جنبك. بس ايه لو حد انت اشكي. فادي توقعات كبيرة جدا وفي غضب وهنشوف بكرة هيحصلين شاء الله زي ربنا اراد. اه اقول النهار ده الفجر الله اعلم. الحاجة التانية اهاب جلال يعني اه يسقط سقطة غريبة. المحتاج عن اهاب جلال ان هو راجل هادي ما بيسمعش الاهلام ولكن طلع والراجل لسه في اول حاجة ومطش بيرامدز ومازينبي ومتعدل صفر صفر والدنيا خربانة وطلع اقول لك. انا ما بسمعش المنتقديني الاراجوزات. اراجوزات. يا ست انت مدرر منتخب مصر. انتو مردتوش تجيبوا حسام حسن. عشان حسام حسن بيتعصب ويبقى مفعل. وقلتو لا يا عم ده هيخنف مشاكل مع ناس. ادي واحد من اول كلمة قالها بتتمنى انه يسقط ما يتكلمش تاني. مش ان هو يحصل له حاجة انه هو خلاص يبقى ماتكلمش تاني. انت بتسمع لك يا مدير فاني المنتخب مصر اراجوزات اللي بينتقدوني. يعني كل مصر انتقارتك اراجوزات. ده مصر كلها انتقارتك يا كابتن هوبا. ده ما فيش بني ادم في مصر اعتقد فيه ستة اصحابي ولا سبعة. هما اللي بقولي اهايب جلال هو المرشح الاول المدير فاني المنتخب مصر هو اللي هيعمل مع منتخب مصر طفرة. هما سبعة اصحابي هما عارفين نفسه. مصر كلها معترضة على تعيينك. فما مصر كلها اراجوزات ولا انتقل لها اللي في الاعلام. ما اتنا يا ها كابتن ما تتحورش. يعني كل الناس اراجوزات الله سامحك يا كابتن الله سامحك. طبعا طالع ميده وهاجمه بشراسة وقال له يعني انت لا كنت نجم اهلي ولا كنت نجم زمالك ولا ليك ظهر عشان تطلع تتكلم بالطريقة دي. يعني اما لو كنت نجم اهلي ونجم اهلي ونجم زمالك وليك ظهر يا بش انت ما لكش ظهر. انت ملكش غير شغلك واللي هتعمله. لكن انك بتسمع وبقيت ودني وبتتكلم في القصة دي. انت كده يا باشا واعت في الفخ. وده اللي خلك يروش يفشل مع منتخب مصر. فيعني اه حاجة كده في الكنافة بصراحة مش فاهمة. وحاجة تانية يا جماعة كاروس كيلوش فجر مفاجأة غريبة جدا ومدوية جدا بتبعض في التقرير بتاعه اللي كتبه عن اه المساعدين بتوعه وكتب ان عصام الحضر بيحب الشو ومش فاهم ايه فرق بين تدريب حراسة المرمى وحراسة المرمى. وان هو بيحب يستعرض على الناس اللي بدربها. وكتب النواق الجمعة لا يفقه شيء عن منصبه ولا يصلح في ولا يصلح في مجال التدريب والادارة الفنية ولا يعرف اللوائح وكان بدخلنا في شكل كتير جدا. التقرير من كيلوش يا جماعة والاكبار اللي طالعة دي اكبار سرية. تقرير غريب جدا من كيلوش ضرب في في الناس كلها في اللي كانوا معرفة منتخب مصر. فحاجة غريبة جدا انا نشوف مادة التقرير ده وان لا يحصل في الفترة الجهة ان شاء الله. روح الصحر بقى كده ما كنتش تصحر. تكام مع اخوك امرأة في قناة صاحب جراج. ان شاء الله فيديو جديد. سلام عليكم.